شهر رمضان المبارك أدعية في كل يوم من هذا الشهر الكريم دعاء اللهم هذا شهر رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجعون اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وهذا شهر الصيام وهذا شهر القيام وهذا شهر الإنابة وهذا شهر التوبى وهذا شهر المغفرة والرحمة وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة وهذا شهر فيه ليلة القاد التي هي خير من ألف شان اللهم فصل على محمد وآل محمد وأعني على صيامه وقيامه وسلمه لي وسلمني فيه وأعني عليه بأفضل عونك ووفقني فيه لطاعتك وطاعة رسولك وأوليائك صلى الله عليه وفرغني فيه لعبادتك ودعائك وتلاوتي كتابك وأعظم لي فيه البركة وأحسن لي فيه العافية وأصح فيه بدني وأوسع لي فيه رزقي وأكفني فيه ما أهمني واستجب فيه دعائي وبلغني رجائي اللهم صل على محمد وآل محمد وأذهب عني فيه النعاس والكسال والسامة والفترة والقصوة والغفلة والغرام وجنبني فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعرام والأمراض والقطايا والذنوب وأصرف عني فيه السوء والفحشة والجهد والبلاء والتعب والعنى إنك السميع الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفه ونفخان ووسوسته وتثبيطني وبطشان وكيده ومكره وحبائلان وخدعه وأمانيه وغروره وفتنتان وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا قيامه وصياما وبلوغ الأمل فيه وفي قياما واستكمال ما يرضيك عني صبرا واحتسابا وإمانا ويقينا ثم تقبل ذلك مني بالأضعاف الكثيرا والأجر العظيم يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمرة والجد والاشتهاد والقوة والنشاط والإنابة والتوبة والتوفيق والقربة والخير المقبول والرغبة والرهبة والتضرع والخشوع والرقها والنية الصادقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك والتوكل عليك والثقة بك والورع عن محارمك مع صالح القول ومقبول السعي ومرفوع العمال ومستجاب الدعوان ولا تحل بيني وبين شيء من ذلك بعرض ولا مراد ولا هم ولا غم ولا سوق ولا غفلة ولا نسيان بل بالتعاهد والتحفظ لك وفيك والرعاية لحقق والوفاء بعهدك ووعدك برحمتك يا رحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد واقسم لي فيه أفضل ما تقسمه لعبادك الصالحين واعطني فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين من الرحمة والمغفرة والتحنن والإجابة والعفو والمغفرة الدائمة والعافية والمعافاة والعتق من النار والفوز بالجنة وخير الدنيا والآخران اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل دعائي فيه إليك واصلا ورحمتك وخيرك إلي فيه نازلا وعملي فيه مقبولا وسعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا حتى يكون نصيبي فيه الأكثر وحظي فيه الأوفغار اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقني فيه لليلة القاد على أفضل حال تحب أن يكون عليها أحد من أوليائك وأرضاها لك ثم اجعلها لي خيرا من ألف شان وارزقني فيها أفضلا ما رزقت أحدا ممن بلغته إياها وأكرمته بها واجعلني فيها من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقنا في شهرنا هذا الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وما تحب وترضى اللهم رب الفجر وليال عاش والشفع والوتر ورب شهر رمضان وما أنزلت فيه من القرآن ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وجميع الملائكة المقربين ورب إبراهيم وإسمايل وإسحاق ويعقوب ورب موسى وعيسى وجميع النبيين والمرسلين ورب محمد خاتم النبيين صلواتك عليه وعليهم أجمعين وأسألك بحقق عليهم وبحقهم عليك وبحقق العظيم لما صليت عليه وآلين وعليهم أجمعين ونظرت إلي نظرة رحيما ترضى بها عني رضا لا سقط تسقط علي بعده أبدا وعطيتني جميع سؤلي ورغبتي وأمنيتي وإرادتي وصرفت عني ما أكرم وأحذار وأخاف على نفسي وما لا أخاف وعن أهلي ومالي وإخواني وذريتي اللهم إليك فررنا من ذنوبنا فآونا تائبين وتب علينا مستغفرين واغفر لنا متعوبين وأعذنا مستجيرين وأجرنا مستسلمين ولا تخذلنا راهبين وأمنا راغبين وشفعنا سائلين وأعطنا إنك سميع الدعاء قريب مجيب اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأحق من سال العبد ربا ولم يسأل العباد مثلك كرما وجودا يا موضع شك والسائلين ويا منتهى حاجة الراغبين ويا غياث المستغيثين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا ملجأ الهاربين ويا صريق المستصرقين ويا رب المستضعفين ويا كاشف كرب المكروبين ويا فارج هم المهمومين ويا كاشف الكرب العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين صل على محمد وآل محمد وافر لي ذنوبي وعيوبي وإساءتي وظلمي وجرمي وإصرافي على نفسي وارزقني من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها غيرك واعفو عني واغفر لي كل ما سلف من ذنوبي واصمني فيما بقيا من عمري واستور علي وعلى والدي وولدي وقرابتي وأهل حزانتي وكل من كان مني بسبيلي من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا والآخرة فإن ذلك كله بيدك وأنت واسع المغفران فلا تخيبني يا السيدين فلا ترد دعائي ولا يدي إلى نحرين حتى تفعل ذلك بي وتستجيب لي جميع ما سألتم وتزيدني من فضلك فإنك على كل شيء قدير ونحن إليك راغبون اللهم لك الأسماء الحسنى والأمثال العليا والكبرياء والآلام أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم إن كنت قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا وأن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا لا يشوبه شاك ورضا بما قصمت لي وآتني في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقني عذاب النار وإن لم تكن قضيت في هذه الليلة تنزل الملائكة والروح فيها فأخرني إلى ذلك وارزقني فيها ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك وصل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك يا أرحم الراحمين يا أحد يا صمات يا رب محمد وآل محمد اغضب اليوم لمحمد ولأبرار عطرته واقتل أعداهم بددا وأحصهم عددا ولا تدى على ظهر الأرض منهم أحدا ولا تغفر لهم أبدا يا حسن الصحبة يا خليفة النبيين أنت أرحم الراحمين البديء البديع الذي ليس كمثلك شايد والدائم غير الغافل والحي الذي لا يموت أنت كل يوم في شاد أنت خليفة محمد وناصر محمد ومفضل محمد أسألك أن تنصر وصي محمد وخليفة محمد والقائمة بالقسط من أوصياء محمد صلواتك عليه وعليهم اعطف عليهم نصرك يا لا إله إلا أن بحق لا إله إلا أن صل على محمد وآل محمد واجعل لي معهم في الدنيا والآقرة واجعل عاقبة أمري إلى غفرانك ورحمتك يا أرحم الراحمين وكذلك نسبت نفسك يا سيدي باللطيف بلى إنك لطيف فصل على محمد وآل محمد وارزقني الحج والعمر في عامنا هذا وطول عليهم وطول عليهم بجميع حوائجي للآخرة والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين ثم قل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله ربي وأتوب إليه إن ربي قريب مجيب أستغفر الله ربي وأتوب إليه إن ربي رحيم ودود أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي وأتوب إليه إنه كان غفاراً اللهم اغفر لي إنك أن ترحم الراحمين ربي إني عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أهات أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي أستغفر الله ربي لا إله إلا هو الحي القيوم الحليم العظيم الكريم الغفار للذنب العظيم وأتوب إليه أستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً ثم قل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر العظيم المحتوم في ليلة القادر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدال أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري وتوسع رزقه وتؤدي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين اللهم اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً وارزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب واحرسني من حيث أحترس وصل على محمد وآل محمد وسلم تسليماً كثيراً برحمتك يا أرحم الراحمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آل الطهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة